السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عابلين ايه يا رب تكونوا بخير عشتوني جدا 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 النهاردة فيديو حلو فيديو ديت فيديو مشتريات الجوازي جبتها جروب بعثها لي طلبت منهم وبعتولي حاجات حلوة قوي 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 واخترضت حاجات تحفة بس اهم حاجة قبل ما نبدأ الفيديو متنسوش تنزلو تشتركو في القناة وتفعلو اه زرار الاشعارات عشان يوصلوكم كل الفيديوهات الجديدة وكمان تعملو لايك للفيديو ده وتوصلوه لعشرين الف لايك عشان شاء الله عملوكم فيديوهات مشتريات كتيرة من اللي انتم بتحبوها اه انا اه كان ناقصني حاجات كتيرة قوي في حاجتي اه استقبال ان انا قلبسها لما يجيلي ضيوفي يشوفوني بيها وكانت دي حاجة مهمة بالنسبالي ان انا بقى هبقى اه عروسة ولازم لما يجيلي ضيوفي شايفين بقى ان انا لابسة حاجة حلوة بقى مرتاحة فيها وتبقى حاجة شيك كمان اه حقيقة انا بتجاوز في فصل العرفة هو صيف ولا عرفة هو شتة وطبع انتم عارفين ان العروسة بتبضل ف فترة هي مش عارفة تلبس اه ايه وايه احلى حاجة ممكن تلبسها وبتفضل وقت طويل يجيلها ضيوفي يبركلها فانا قلت هشتري حاجات اه كنت سايبهم للاخر يعني اجيبهم كلهم مرة واحدة فلقيت نفسي بتجاوز في نص الصيف ونص مش عارف انا فيه فاجبت حاجات اه معظمها الشتوي لان خلاص احنا داخلين عن شتة يعتبر في فترة الخريف وجبت حاجات بسيطة كده تبقى صيفي بحسلة وحسيت ان الجو مش مناسب ان انا لبس حاجة في البيت تبقى كده البسها تعال اقول لكم الحاجات اللي انا جبتها اه عايز اقول لكم بس اول حاجة انا اشتريت من بنوتا زي الامر عندها جروب حلوة قوي اه ده مش اعلان انا كنت بعمل سرش عن الحاجات دي وقلت هجيبها اونلاين فلقيت الجروب بتاعهم فدخلت طلبته هما لما عرفوني عملوا لي سر حلوة قوي وقالوا لي اي حد هيتطلب من عندك هنعلو له خاصمة حلوة جدا 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 فانا هسيب لكم لينك الجروب بتاعهم لو عايزين تشوفو اه اسعارهم وتسألوهم عن اي حاجة هما هيقول لكم و وعملتهم زي السكر في يلا دلوقتي نقيس مع بعض اقول لكم الحاجات اللي انا اشتريتها هجبتها حاجات كتر جدا يلا نشوف مع بعض مو ديسوش تكتبوني رأيكم في الكومنت اهيت دي اول واحدة اخترت اللون ده عشان اللون ده حلو وشتوي كمان هي لونها كمان اغمق شوية من من الكاميرا لونها نبيتي فيها الشغل ده ده حد بيدخل بيحاول يفتح الباب في محاولة منه لازعاجي انا اللي بستغفق اللبس عشان اه 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 قلت اقس لكو كده كروكي بس اي شكلها حلوة قوي في اللبس ليها ربطة من هنا فشكلها بيبقى حلو وقصيرة سيكة من قدام من وراء طويلة شوية خامتها بجد تحفة جدا وكمان الشغل اللي فيها ده حلوة قوي وشكلها شيك كمان يعني بصوا شكلها بقى كيوت جدا لو جلت ضيوف والبستها فيبقى شكلها حلوة قوي كابين بترفق دي اول واحدة انا اخترتها وزي ما قلت لكم اخترت اللون ده عشان اللون ده بيبقى شكله شيك في اللبس وكمان بيفتح البشرة فحسنوا شكله حلوة قوي علي ايتي بقى تلتدر تلبسيها في البيت لو حد جايلك بقى مش هيبقى في لبس بقى تحتها وهتدي بقى شارك وكده فهيبقى شكلها شيك قوي في اللبس عجبتني وخامتها تحفة زي ما قلت لكم وايس واحدة تانية وارجع لكم في حاجة كتيرة لسه هاسهلكو وكتبولي بقى رأيكم في الكومنتات ان هي احلى لون هلبسوا وان هي احلى واحدة بالنسبة لكم وقولولي بقى ايه رأيكم وهلي اختاري موفق ولا لأ يلا ايس واحدة تانية ودي تاني واحدة اخترتها اخترت اللون الاسود عشان حسيت ان هو شكله حلو وانيك اه واخترتها كمان مع الالوان دي شكلها حلوة قوي والالوان اللي جواها دي بقى مش مخلييني حسة ان هي بقى سودة وغمقة لأ شكلها حلوة قوي وخمتها يا جماعة وحفة وده الشغل اللي فيها برضو شكله حلو جدا نبصوا تحفة بجد ايه رأيكم في اللون وقولي لي هل وفقت في اختيار اللون الاسود ولا لأ مفتوحة من قدام فتحة كده يلا نزلوا بقى اكتبوا في الكومنتات ان هي احلى واشيك واحدة علي مع ان كلهم عجبيني بصراحة وليها زي ما هنا من هنا قصتك شكلها حلوة قوي ودي رقم 3 اخترت اللون ده عشان انا اصلا بحب الموفات درجات الموفات اساسا فاخترت اللون ده قلت لازم اجيب حاجة تبقى كده اللون ده وكمان اللون ده في الخامة القطيفة تحفة اخترت كمان الترتر ده عشان انا بحب الترتر ليها اجيب من هنا شكله شيك جدا شكلها حلو وحاسة كمان ان هي خلياني لفاية فده فرحني فيها جدا شكرا حلوة جدا 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 وخامتها تحفة وشكلها شيك جدا فاقولولي دي رقم تلاتة اكتبوا لي بقى في الكومنتات لحد دلوقتي ان هي الاحلى هيس واحدة تانية واجبك رقم اربعة طبعا ما ينفعش هيبقى الشتة وما جيبش حاجة لونها كحلي دي حلوة قوي برضو عجبتني حاسة ان هي هدية وكيوت وشكلها شيك كمان هي بكمة كده وده الشغل اللي فيها الشغل فيها بارز وشكله حلوة قوي برضو عجبتني دي رقم اربعة برضو قولولي شكلها ايه في اللبس وهل هي حلوة علي ولونها حلو ولا ايه عشان طبعا رأيكو يفرق جدا معايا يعني كيوت انا اصلا بنت كيوت يلا رقيس حاجات كمان واوريكو قولولي ايه رأيكو في زوقي واختياراتي اه هم حاجة دي رقم خمسة دي المرة دي بقى الصيفي اه تنفع صيف وتنفع شتا عادي بس اه خمتها التحفة لقطنا بتاعها حلوة جدا 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 مش عارفة ده جبير ولا ده ايه اللي متخايت فيها بس اه متخايت حلو جدا وشكله حلو بصوا لكم انا اخترت اللون الابيض عشان حسيت ان انا كعروسة يعني فمفروض يبقى عندي في دولابي قطعة لونها ابيض اه بالمناسبة عشان لو هتسأله عن الاسعار اه دي تقريبا دي بمية وستين جنيه سعرها حلو بالنسبة طبعا لشكلها ورخيصة جدا البيضي عندهم حاجات كتير في الاسعار دي اه ده بالنسبة للصيفي والشتوي برضو هتلاقوا حاجات من اللي انا كمان استها تبدأ من اه متين جنيه وانتي طالعة متين وخمسين متين وخمسين وانتي طالعة اه اسعارهم حلوة جدا وزي ما قلتلكم نزل الاسعار برا عشان احنا روح نشتري له لو انت اه يعني انا اماني روحنا لما ورناكم جولة في المشتريات ده كان في حاجات بخمسمائة جنيه فبجد هم حاجتهم تحفة وبصراحة احنا ما شفناش الاشكال دي في المكان اللي احنا روحنا نشتري منه وجد عندهم اشكال تحفة جدا يعني وكزا شكل مش بس اللي انا بقيس منه ده يعني انتو لو قلتلهم على اشكال تانية هيوروكوا برضو هيبعتلكوا وجد شكلها شيك وحلوة جدا والكمة ده طبقتين بالمناسبة مش طبقة بالنسبة لسعرها بمية وستين جنيه فها طبعا حلوة جدا جدا لاي عروسة بتجهز هيبقى هتبقى عارفة الاسعار وهيبقى بالنسبة لها السعر ده حلو جدا انتو ان شاء الله لما تدخلوا تسألوهم برضو هيقولو لكم الاسعار متمنى ان انا كن بفيد العرايس عشان ايه يبقى عارفين الاسعار ويشتروا حاجتهم امهمة ايه متطمينين يعني حقيس حاجة كمان دي اخر حاجة هاقسها وصيفي برضو ان شاء الله ايه تعجبكم حقيس وارجعلكم نجي لاخر واحدة بس الفوكس يزبط دي اخر واحدة في المشتريات اللي انا جبتها دي برضو صيفي مش صيفي بس هي خامتها خفيفة مش قطيفة اه ونفس التطريز اللي انا ورته لكم بصوا شكلها تحفة وخامتها تحفة والاستك اللي في الوسط ده حبيته جدا حسيت انه مش مش بيتخن زي اعتقادي بس حلوة قوي هي وسع كده شوية وشكلها شيء جدا وامر جدا ولونها حلوة قوي حبيتها حبيت ان هي مبهجة اه وشكلها جميل اه دي اخر واحدة ناقستها رقم ستة كده وردتكم اتنين الخامة القطنة واربعة الخامة القطيفة اتمنى ان الفيديو النهاردة يكون عجبكم ومشترايتكم تكون عجبتكم ولولي ايه رأيكم في الكومنتات ان هي احلى واحدة لبستها وان هي لون اجمل علي انا حس ان الالوان كلها موفقة اهم حاجة هسيب لكم لينك الجروب اللي انا جبت منه البنات زي الامر ومعاملتهم حلوة جدا والاوردر بيوصلوك بسرعة جدا ما بيتأخرش كعادة الاوردرات اسعارهم فوق التحفة لو انت عروسة هتنبست جدا والاسعارها هتعجبك قوي اه اه اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ولولي رأيكم في مشتراتي ونبي شرنا عروسة امر بس كده اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وكتبولي في الكومنتات زي ما قلتلكو رأيكم عشان رأيكم هيفرق جدا معي ولولي ان هي اكتر لون زي ما قلتلكو اه حل بس باي باي